هؤلاء من موت محدق فالفيضانات التي تشتاح مناطق مختلفة في الهند وبنجلاديش لم تترك لهم سبيلا آخر ثلاثون شخصا في عدد القتل خلال أسبوع والخطر مازال مستمرا بحسب السلطات المحلية فبالرغم من توقف الأمطار وانحصار المياه في بعض مناطق البلدين إلا أن التحذيرات على أشدها من أن الفيضانات باقية لأيام أخرى وعد عن الخسائر في الأرواح فإن تلك الفيضانات التي تعد الأسوأ منذ عقود غمرت قرى بأكملها وقضت على منازلها ماشيتها وأراضها زراعية كما أنها أثرت على ملايين السكان في البلدين فمنهم مازال عالقا يناجي الحياة دون سبولها من طعام كهرباء وماء بينما ينتظر فرق الإنقاذ التي تظهر المشاهد عجزها عن الوصول إلى السكان ومنهم من نزح ويحاول بشتى طرق إلى مخيمات وملاجئ تقيه خطر فيضانات كارثية لا تفرق بين بشر أو حجر كل ذلك يترافق مع أصوات بين الأهالي تتهم الهند بالمسؤولية عن تلك الفيضانات لكونها فتحت سد دنبور في ولاية تريبورا بحسب روايتهما بينما تنفين يدله من جهتها هذه الاتهامات وتؤكد أن غزارة الأمطار هي السبب الرئيسي للفيضانات في كل البلدين